مرحبا بكم اني سلكل اليوم جاء على بالي نحب حاجة هكا تشبه لبراونيز اما تكونش ثقيلة وفي نفس الوقت تكون فيها شوكولاتة كحلة وشوكولاتة بيضة قلت نعمل وصفة هكا نجربها وكي ناجحة بدنا لي ببرتجيها معاكم والحمدللله ما شاء الله جيت بنينة تهبر وينيش من عشيق الشوكولاتة الجملة وجيتني بنينة على اللخة هنا اخذت طبرية شوكولاتة فيها ميتين جران شوكولاتة فيها اكثر من خمسين برمية كاكا مش شوكولاتة الحليب تبدأ افتح منها كاكا وكي تخدم بها تولي افتحها على اللخر تظهر تقول عليها كي شوكولاتة حليب وكاو والشوكولاتة الكحلة يقعد لونها ونكهدها نكهد الكاكاو حتيتك الشوكولاتة كسرتها في صحفة وحتيتها في الميكرو واند مدة دقيقة في الميكرو واند على تقريب 700 درجة مكتوبة 700 مهم باش ما تتحرقش اكثر ما تتحرق خاطر مدة دقيقة ومبعد نخليها على جنب وحتيت في كل صحفة كاكا كي نعمل الشوكولاتة البيضة واحدة وشوكولاتة الكحلة واحدة وبعد خلطتهم في تنجرتك ولا اضعهم كل واحدة في بول وحدها المهم انا اعطيتكم الطريقة وانتم تصرفوا يعني في مخي ملون مليش باش نخلطهم وبعد ظهرت باش نخلطهم وحتيت لهم السكر السكر هني حتيت مغارفتين يقولون احنا ولا تليس مغارف سكر وحتيت معاهم سكر فاني سيناء ماذا بيكم لا تحطوش السكر اركضوه واحدة وحابوا نركض العظام واحدة وخطر الحليوة بتاع الشوكولاتة ما شاء الله تكفي وحدها حتيت باكو فاني منا وباكو فاني منا ومغارفتين سكر منا ومغارفتين سكر منا كما تريدها الكنفر أنا حتيتهم وانتمت ورشة ملح ورشة ملح ونركضهم مليحة بالركاظة بالكوران وإلى بركاظة هكا بليد هنا بليد تك 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 فيس عفيسة تكشكش باش تعمليك الكاشكوشة وكهاو باش ويتو بالسكر ونحبوا العظام يتخدامي بطلع الكاشكوشة متاعوه باش منبع ليش سيحة سيحة اذا تحبوها كما البراونيز كومباكت لا تركضوا و لا تضعوا خميرا اركضتهم الزوزة لتنهششهم قليلا و بعد وقتهم بشوكولاتة لتعطيهم بشوكولاتة و خلطهم بشوكولاتة اجعلها كما قلتكم بروحة بروحة لتعطيهم بشوكولاتة لتعطيهم بشوكولاتة تقريب 55 جرام زبدة مغرفة كبيرة مغرفة كبيرة مليونة زبدة و حتى تضع أكثر لا يقلق إذا أكثر من 50 جرام لا يقلق بالعكس تقولي فندان أكثر و أكثر سوائل من داخل و حتيت ذوبتك الزبدة 55 جرام منها و كما قلتكم نحن بالعينة على شكست لكم لن ننسى المقادية لأنني أراني من مخي و قلتها في المخطة برق العدم تاعي ذوبتهم و حتيتهم معك الشوكولاتة بشوكولاتة حسيت الشوكولاتة زيتها 3 مغارف زيت و كما قلتكم أكثر حتى من 3 مغارف أربعة خمسة مغارف زيت كيف كيف روه ما يضرش هو في العادي في الفندان و نقض الزبدة و شوكولاتة 200 جرام زبدة 200 جرام شوكولاتة و نقض الزبدة كملت خلطهم و حتيتهم فوق العظم و الزبدة و الأخرى كحلة و نضعها فوق العظم و نضعها فوق العظم و نضعها فوق العظم و تكون تكستورة كيكة حتى يكون مخخفة أكثر و يكون خير و حتى نضعها بالزيت و الزبدة و ليس بالحليب و هنا عندي كعبة يغورت لنضع كريم ليكيد و قلت يا ألفة في تونس للمشي قلت و ليكيد و لديك كريم ليكيد و نضع كريم ليكيد و لقد أعطيت كعبة يغورت مخدم و نخمم خفت لتطلع فيها كمطعم القروسية والجملة مطعم يغورت جملة بالعكس خفخفها وهشهشها وهكا زادها فوليوم وزادها عزز النكها يعني نخلط بريك دي محطيش لليتر طاب ونمشي لك الشوكولاتة كيف كيف نخلطها هي مع اليغورت ن Lisa نصبره جملة أيه كيف نتضغر مغارف جملة ثم يمشي كثيرا جملة 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 أخرى جملة 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 جميت وضعها فيها بيكينج سودا والبينكينج باودر الخميرة والسودا الكربوناتو وضعت 3 غرف كبار فارينة و معهم 7 جرامات خميرة حلويات معناها اشترباك والي عنده 16 جرام يضع اشترباك و 7 ولا 12 ولا 13 ميسي اشترباك فنزدت 3 غرف خمير حلويات و 3 غرف فرينة كوبا فنزده مصوضة كيك زبغة نضيف الشوكولاتة البيضة ونضيف الشوكولاتة ستضيف الشوكولاتة البيضة ونضيف الشوكولاتة ستضيف الشوكولاتة البيضة ستضيف المصصديات وبعد نحب نعودها بش نحسن في حاجاتها. ما تجينيش كما عملتها اول مرة. ذاك عليش ديما لاكثري نوثق الوصفات كنعملهم اول مرة. بش انا بيدي كنحب نرجع لها الوصفة بتاعي نرجع نلقاها والله نرجع الفيديوهات وندوج على الوصفات اللي عملتهم معاكم هكي. كأول مرة. خطر ما عاش تصدف لي. ما تجينيش كما انا عملتها اول مرة. ولهنه الغلطة بتاعي ان الشديد كوردان وقعت نزاين فيها. قلت بتجيني مزاينها كما وجاي خيزة الدخلة للوين في بعضها. وحاتيتها في الفور. بليش ما روحها يشعل من اللوطة ومن فوق على مية وسبعين درجة مدت خمسة وثلاثين دقيقة. المهم حمارة تخرج تبدأ تطلق لق في الوسططرية. ومن الجناب بيكبوسة قطو قطو. خليتها تبرد كومبليتما. خرجنا وريقنا امورنا تقريب خليتها برد خمسة سوية ولا اكثر. وبعد رجعت هاوك البلاسة الفندان اللي كان فيها الشوكولاتة اللي كان فيها الشوكولاتة اللي تلم فيها الشوكولاتة والزيت ولا الزبدة. ها بتطلوطها طاحت رخت. بوقتي بردت. ووقتها نقصها. واذا بشتعملوها في ميني مول متاع فندان بالوقت تاكلها سخونة يكون خير. حقيقة دليا سخونة مش متاع شوكولاتة سخونة زيت. لازي شوكولاتة تصخن وزيت شوكولاتة سخونة. وقصيتها براجة براج. ومن بعد نجبدها بالسياسة. برشا وصفيت نتفكر عملتهم في دارنا قبل وينا صغيرة. نحب نعودهم. ننسى ننسى شنو حتيت ولمكونات وما تجينيش كي ما عملتها قبل. سبحان الله والله. سوف تكون هناك قاعدة بقي فندان بطرية في الوسطى. يحب يتمتع بالشوكولاتة الذايبة في الوسطى. كهذه الملوه. هذه القضامات. لحقيقة كلهم هكا لمعاهم جوه لمعاهم قهوة لا شيء. وحدهم تتمتع به. وقت توصل للقاتو. وقت اجيب الجوه متاعك. وقالا حطيت كريم شانتي. وقالا حطيت كريم شوكولاتة الذايبة وشوكولاتة الكحلة ظاهرة. وقالا حطيت كريم شانتي. وقالا حطيت كريم شانتي. وكالت بعض اكتبها حطيت كريم شانتي. وقالا حطيت كريم شانتي. بنا مزهر كريم شانتي. وصفتنا كامل. لليوم شاء الله تربوها شاء الله يعجبوكم في حلقة أخرى ووصفة أخرى وبسليمة بسليمة